دي جزئيه مهمة حبيت أكتلم فيها مع حضراتكو مع بداية حلقة اليوم لكن الأهمية كمان بالنسبة لنا استعدادات الفريق الفريق ماشي بشكل كويس جدا في استعداداته وصل بارحل صبح كان عنده مران خفيف جدا مران استشفائي بعد الوصول بخصوص طبعا تجنب الإجهاد رحلة الطيران رحلة الطيران مش مرهقة قوي لكن هي كانت عدد ساعات كبيرة حوالي عشر ساعات فأكيد حيبقى فيه إجهاد فأنت لازم حيبقى لك تدريبات استشفائية بشكل معين وده البرنامج اللي وضع على الجهاز الفني بكيادة مستر ريني فيلر لتجنب الإجهاد وللتعامل كمان مع الأجواء هناك في بريتوريا في جنوب أفريقيا والصفر المبكر في الحقيقة كانت ميزة كبيرة جدا للنادي الأهلي أنا عايز أوضح حاجة مهمة جدا أن النادي الأهلي عمل تعديل بخصوص ملعب التدريبات الخاص به في جنوب أفريقيا ابتداء من اليوم كان المفروض النادي الأهلي حيتمرن في ملعب معين كده لكن الملعب ده يعني مش جاهز أو خلاص تم الاستقرار على أن التدريبات هتكون على مجمع ملعب جامعة بريتوريا بدلا من ملعب كلية التكنولوجيا في مدينة بريتوريا وخلاص التدريبات ابتدت من النهاردة في تمام الساعة الثالثة عصر دي جزء مهمة بالنسبة نحن عارفين النادي الأهلي السنة اللي فاتت يعني كان عنده مشاكل في مباراة الزهاب مع سانداونز لما خسرنا نتيجة كبيرة بسبب توقيت المباراة بسبب الأجواء الكلام من ده أنا شايف أو كلنا متابعين في الحقيقة أن النادي الأهلي بيتفادى تكرار يعني أخطاء ممكن يكون تعرض لها بدون أصد خلال السنة اللي فاتت وعشان يقدر يتعامل مع هذه المباراة بالشكل الأنسب والمطلوب عشان يقدر يتخطى هذه العقبات الصعبة إحدى أصعب العقبات في بطولة دوري أبطال لأفريقيا وهو أكيد النادي سانداونز ده يعتبر النادي الأبرز في دور الثمانية بجانب النادي الأهلي بالطبع يعني لكن الجزء المهمة أن النادي الأهلي كل يوم من النهاردة لغاية يوم الجمعة اللي جاية بإذن الله التدريبات هتكون في تمام الساعة الثالثة عصرا وده أمر غاية في الأهمية خلينا أقول لكم كمان أن مستر ريني فيلر سبق الفريق النهاردة قبل التدريبات عشان يعاين أرضية الملعب ويلقي نظرة على الأرضية عشان يتطمن بشكل كبير جدا والأمور كانت ماشية بشكل ممتاز وهو كان سبق الفريق قبل فريق بنصف ساعة وبعد تالي الفريق حصله وشاركوا في التدريبات بشكل طبيعي أو أدوا التدريبات بشكل طبيعي جدا بجانب كمان اجتماع من مستر ريني فيلر مع الكابتن سيد عبد الحفيز والجهاز المعاون في فندق الإقامة والاجتماع ده كان بخصوص التحدث في كافة التفاصيل المتعلقة بما قبل مباراة الأهلي وشان داونز سواء فيما يتعلق بالبرنامج التدريبي فيما يتعلق بمعايد التدريبات والمحاضرات وتوقيت تناول الوجبات وده أمر غاية في الأهمية ويعني الأمور كلها بتبقى ماشية بالصمت زي ما بيقولوا كده النادي الأهلي ما بيفوتش حاجة ودائما الاستعداد بيكون على أكمل وجه خصوصا في مباريات قوية زي دي البرنامج بخصوص بعثة النادي الأهلي لحد مباراة سان داونز يوميا التدريبات زي ما حاركوا عارفينه زي ما قلت لحاركوا والتي التدريبات يوميا هتكون في تمام الساعة الثالثة عصرا بملعب الجماعة للتكنولوجيا في مدينة بريتوريا خلينا أقول لكم كمان من دبن الأخبار أن مسؤول سان داونز اللي هو ترون ملوتو ملوتو ده مدير نادي سان داونز الجنوب أفريكي كان زار مقر البعثة النهاردة عشان ينصق مع الجهاز الإداري سواء كابتن سامير عدلي أو محمد أسامة إداري الفريق الحديث عن الجوانب الإدارية المتعلقة موعد ومقر الإقامة ومقر الاجتماع الفني كمان والمران الأخير للنادي الأهلي وكافة الأمور متعلاقة بالنواحة التنظيمية لمباراة يوم السابت بإذن الله عشان يبقى فيه تمئنان كبير بكافة الجوانب خلينا أقول لكم بخصوص التدريبات النهاردة كان فيه تدريبات مهمة جدا لحراس مرمى النادي الأهلي محمد شينيو علي لطفي ومصطفى شبير المتواجدين في القايمة وتدريبات كانت قوية تحت قيادة يانكون ميشيل مدارب حراس مرمى النادي الأهلي كمان كان فيه تصرحات لكابتن سيد عبدالحفيز وليتكلم بشكل مستفيد شوية عن هذه المباراة وقال إن اللاعبين جاهزين وإن الفريق ككل جاهز لمباراة سانداونز بشكل تام وكمان تطرق إن المباراة الأولى كانت صفحة وتقفلت خلاص إحنا قتسبنا 2-0 لكن إحنا بنركز في المباراة اللي جاية على إننا ملعبناش المباراة الأولى دي خالص إحنا دخلين المباراة دي عشان نكسب عشان نقدي بشكل جيد وعشان نحق الهدف المنشود وهو التأهل لدور نصف النهائي تطرق كمان الكابتن سيد عبدالحفيز لقوة فريق سانداونز وقال إن هو أحد أقوى فرق البطولة وفي نفس الوقت إحنا فريق قوي ونقدر نتعامل مع هذه المباراة بالشكل المطلوب قال إن المباراة صعبة ومحتاجة طبعا التركيز الشديد نفس الحال بالنسبة الكابتن سامي أمصان مدرب الفريق والقال إن النادي الأهلي الدارس سانداونز بشكل جيد جدا تطرق لجهزات الفريق وتطرق كمان لكل ما يتعلق بالنادي الأهلي هناك في جنوب أفريقيا قال إن أمور ماشية بالشكل الإيجابي جدا قال إن الرحلة كانت شقة نوعا ما لكن إحنا بنقدر نتعامل مع هذه الأمور قال إن أنا عارف إن فيه تفاقل كبير عند جمهور النادي الأهلي وإحنا قادرين على إسعاد الجمهور الأهلاوي في كل مكان قال إن مباراة الزهاب كانت الشوط الأول بالنسبة للنادي الأهلي لكن الشوط التاني وهو الشوط الحاسم اللي حيكون فيه جنوب أفريقيا ده الأهم وإن شاء الله بإذن الله نقدي بنفس القوة اللي قدناها في مباراة الزهاب قال إن فريق سانداونز عنده استقرار فني وعنده تنوع في أسليب لعبه كمان تطرق لإن الأهلي درس أكتر من مباراة لفريق سانداونز اللي وقف عن نقاط القوة والضعف في هذا الفريق وكافية التعامل معه وخلاص سانداونز أصبح كتاب مفتوح يعني بالنسبة لنادي الأهلي زي من نادي الأهلي أصبح كتاب مفتوح بالنسبة لفريق شانداونز ومديره الفني كمان أشهد الكابتن سامي أمصان وتطرق لأهمية السفر المبكر عشان يتم التأقلم على الأجواء وفي الحقيقة كانت خطوة رائعة جدا جدا من قبل النادي الأهلي لتفادي أي أمور قط الفريق هناك في جنوب أفريقيا كمان كابتن سامي أمصان قال إن تواجد الكابتن محمود الخطيب مع البعثة وعلى رأس البعثة ده أمر غاية في الأهمية وحافظ إضافي بالنسبة للجهاز الفني واللعابين في تحقيق نتيجة إيجابية نقدر من خلالها أن نتأهل لنصف نهائي بطولة دورة أبطال أفريقيا بإذن الله تعالى